رح لي موضوع طبي مشاهدينا اليوم رح نتكلم عن حالة خطيرة ممكن تحصل للقلب وهي تسلخ الشريان الأبهر واللي يحصل فيها طبعا تبزق الطبقة الداخلية من الشريان الأبهر وممكن يتسبب هذا الشيء في الوفاء لا سمح الله يمكن تحدث الحالة بصورة أكبر عند رجال في أعمار الستينات والسبعينات الله يحفظهم يا رب ولكن عندما يتم الكشف عن تسلخ الشريان الأبهر مبكرا تتحسن فرص النجا يمكن أنا والضيف كنا نتكلم اليوم حنتكلم أكثر عن هذا المرض مع الدكتور إياد حسن اختصاصي جراحة القلب والأوعية يا كلا دكتور يا سيد صباحك يا دكتور دكتور في البداية خلينا نتعرف أكثر على هذه الحالة وأعراضها الأبهر بالذات هو ما هو بس أنبوب يقوم بنقل الدم من القلب إلى كافة أعضاء الجسم بالرغم من أنه هي وظيفته الأساسية لكن الأبهر هو بنية حيوية مكون من عدة طبقات وحتى نفهم الإصابة لازم نتخيل الأبهر على شكل عدة أنابيب ثلاث أنابيب كل منها تغلف الآخر في حال الإصابة العادية اللي ممكن تأدي للنزف هو الوقت اللي بيصير عندنا إصابة في جميع هذه الطبقات يمر الدم من الأبهر إلى الخارج فيحدث عندنا النزف يلي ممكن يكون نزف خارجي أو نزف داخلي هذا التسلخ؟ لا هذا في حالة الإصابة العادية الأمر الخاص والهام في الإصابة بتسلخ الأبهر أن الإصابة تتناول بس الطبق الداخلي أيو؟ الطبق الداخلي هي طبقة رقيقة هي الأساس لكن هي اللي بتحدد قدش قطر الشريان الأبهر الطبقة المتوسطة هي الطبقة المرنية اللي بتتحرك مع كل ضرب من ضربات القلب حتى يتمكن القلب حتى يتمكن الأبهر مستيعاب الدم والأساس اللي بيحدد المتاني تبعية الأبهر والقوة تبعية الأبهر هي الطبقة الخارجية ففي تسلخ الأبهر الدم يمر من الطبقة الداخلية إلى الطبقة المتوسطة ويبقى محصور بالطبقة الخارجية معلش ممكن الطلب؟ بسط لي هي أكتر نحن نعرف الانسداد وده حيني ذكرت النزيف ايوه ايش التسلخ انا بعرف ايش بيكون بالزبط تماما هو تعبير الى حد ما علمي علمي ليس سهل بالنسبة للانسان المستمع العادي ايوه في تسلخ الابهر يمر الدم من الطبقة الداخلية ويبقى محصور بالطبقة المتوسطة اوكي الطبقة الخارجية هي الطبقة القوية بجدار الابهر بالتالي الدم النزف يبقى محصورا ضمن الطبقة المتوسطة ونتيجة متانة الطبقة الخارجية يضغط باتجاه الداخل بالتالي تنخمس الطبقة الداخلية وتنهار الطبقة الداخلية بالتالي الدم ما بيكمل طريقه بشكل طبيعي وبالتالي الفروع الشرياني التي تصدر من الابهر في منطقة الاصابة تصبح غير مرواد بالدم بالتالي حتى ولو كان المريض غير مصاب مثلا بداية تصلب الشرياني او ليس ما عنده اي مشاكل عصيدية بالشريين فيما سبق ممكن يصير عنده احتشاء عضلة قلبية احتشاء عضلة قلبية بالرغم من انه ما عنده اي سوابق ولا هو متخن ولا هو عنده داع عصيدة هذا هو الشكل الخاص وهذا هو الموضوع الخاص من موضوع تسلخ الأبهر خاصة أنه بيصيب الأعمار إلى حد المال الصغيرة من خبشة واربعين وطلوع تماماً وحسب نتيجة تشابه الأعراض مع بعض الأدواء الأخرى ممكن يتأخر التشخيص وتأخر التشخيص هو النقطة الأساسية اللي بتعدي إلى نتائج خطيرة طيب دكتور لو نتكلم عن أسباب تسلخ شريان الأبهر بالحقيقة ما عندنا أسباب واضحة لكن عندنا الكثير من العوامل المؤهبة لتسلخ الأبهر العامل الأساسي بتسلخ الأبهر هو التمزق بالطبقة الداخلية يعني هو عامل ميكانيكي وبالتالي الرد على الطبقة الداخلية هو العامل الأساسي بتسلخ الأبهر وبالتالي الضغط الشرياني الضغط الشرياني العالي والضغط الشرياني غير المضبوط هو الذي يلعب الدور الأساسي بتسلخ الأبهر بالإضافة إلى أي عامل يؤدي إلى تبدل ببنية الشريان الأبهر إيش هو العامل اللي ممكن؟ مثلاً توسع شرياني الأبهر عادةً يكون عن حساب سماكة الجدار كما خفّت سماكة الجدار كلما كانت مقاومة هذا الجدار للضغط الدموي أقل وبالتالي إمكانية الحدوث أم المثال أمهات الدم تبيت شرياني الأبهر هو عبارة عن توسع بالشريان يؤدي إلى ترقق بالجدار وبالتالي إمكانية حدوث معلش سؤال أنت باعليش طلب معلش سؤال لأينا بقíb الموضوع من طلبي وعلمي بل أن سأعرف يعني مثلاً إحنا نعرف أن أي أعراض القلب لا تدخنوا لازم تلعبوا رياضة يعني فيه أشياء كثيرة عشان نقدر نحمي لكن هذا حسان أنه بيجي فجأة كله لأي أحد وإحنا ما نعرفش فأنا كيف أقي نفسي من أي حق من من ده هلأ صراحة ما فيني شبه تسلخ الأبهر إلا بوقوع زلزال بالطبيعة هناك بعض المناطق يلي أكثر عرضة لوقوع الزلازل لكن ما في أي منطقة محمية من وقوع الزلزال كمان بالنسبة لتسلخ الأبهر هناك بعض العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بتسلخ الأبهر مثل ارتفاع الضغط الشرياني مثل ما حكينا مثل التصلب الشرياني يلي بيخفف من مرونة الجدار الشرياني مثل الإصابة بأمهات الدم يلي هي توسع بالشريان الأبهر التدخين يؤدي إلى تبدل هناك أمراض وراثية ممكن كمان تأثر طبعا في بعض الأمراض الوراثية وإن كانت قليلة هناك بعض الأمراض الولادية مثل شزوز بالصمام الأبهر الصمام الأبهر يلي بيكون سناء الشرف يؤدي إلى تبدل بديناميكية الدم الخارج من القلب بالتالي بيصير عندنا التوشف أعراضه أعراضه أنا أعرف أعراضه أعراضه أعلينا الخاف يلا مع بعض خوف جماعي الأهم الأعراض هو ألم صدري شديد جدا يبدأ بالصدر ينتشر إلى الظهر عادة بين اللوحي الكتف وهو ألم حاد يعني المريض قادر يحدد لحظة بدء الألم بشكل واضح تماما هنا وعادة بمنتصف الصدر بمنتصف الصدر يعطي إحساس طعنة سكين أو طعنة رمح في منتصف الصدر أهينا وينتشر تماما وينتشر إلى الخلف وممكن ينتشر باتجاه الأسفل ضمن الظهر نحو الأسفل حسب امتشار الإصابة لكن الأعراض الأخرى هي اللي عادة ما بتوجه باتجاه بتبعدنا عن تشخيص تسلخ الأبهر لأنه إذا كان اقترن تسلخ الأبهر مع انسلات الشرايين الإكليدية اللي هي أولى الشرايين اللي تصدر عن الأبهر ممكن يصير عندنا أعراض احتشاء العضلة القلبية إذا أصابت شرايين الدماء ممكن يصير عندنا نقص تروية دماغية وهكذا دواليك يعني بالأبهر الصدري والبطني ممكن تصير الأعراض حسب شدة دكتور باختصار لو تكلمت لو نتكلم عن العلاج أبرز العلاجات الموجودة وهل هو العلاج فقط جراحي ولا فيه أمور أخرى حسب المنطقة المصابة إذا شملت الإصابة الأبهر الصدري الصاعد يعني اللي تصدر فيه شرايين القلب وشرايين الدماء العلاج جراحي ويجب أن يتم بالسرعة القصوى يعني يجب نقل المريض مباشرة إلى مشفى يحتوي قسم جراحة قلب والمريض سوف ينقل مباشرة إلى غرفة العمليات الجراحية وعمل جراحي هو طويل ومعقد لازم يكون الفريق قادر أن يعمل هذا العمل الجراحي أما الإصابات التي تشمل الأبهر الصدري والبطني فهون العلاج ممكن يكون العلاج محافظة ينقل المريض إلى غرفة واحدة تيناية مشددية يجب المحافظة على الضغط ويعطى المسكينات وبالمراقبة ممكن إن شاء الله يخف يا رب ممكن ما نحتاج إلى إجراء الجراح شكراً لأخيرة طمنتنا إنه ليس كل شيء غير عملية شكراً يا دكتور شكراً يا دكتور شكراً دكتور إياد حسن اختصاصي جراحة القلب والأوعية الدموية شكراً يا دكتور